اشتركوا في القناة كيف نستفيد من الخلايا ضعيفة في انتاج العسل هل نستطيع ان ننتج عسل بكميات كبيرة من خلية ضعيفة كيف تكون هذه الطريقة وما هي الاساليب المتبعة في ذلك موضوع هام جدا وبسيط جدا في نفس الوقت يتطرق اليه الاستاذ الفاضل محمد القرح من الاردن فكونوا معنا اخواني الكرام بخصوص الاستفسار عن موضوع عملية الاستفادة من الخلايا التي ما زالت صغيرة يعني ما زالت على ست اطارات سبع اطارات ثمان اطارات لم تتطور ولم تصل الى مرحلة ما فوق العشر اطارات كيف نستطيع الاستفادة من هذه الخلايا هناك عدة طرق اخواني الكرام اولا هي العمل على المسافات النحلية هذا بالدرجة الاولى واستغلالها وهذه طريقة ناجعة وناجحة جدا وفيها يعني يستطيع النحال الاستفادة من هذه الخلايا الصغيرة الشيء الثاني العمل على عملية اعشاش الحضنة بلوكاج الحضنة هي قلب الاطارات من مكانها الى مكانها كيف اقوم بقلب هذه الاطارات الاطارات التي ما زالت صغيرة في السن الحضن المتواجد فيها صغيرة في السن توضع في وسط عش الحضنة والاطارات التي على وجه الفخص توضع على جوانب عش الحضنة بحيث النحل نسمح للنحل عندما يعود من المرعب وضع العسل في الاعين السداسية التي تفقس منها هذه اليرقات او هذا النحل الذي وصل الى حشرة مكتملة موضوع الاخر هو من لديه وقت يستطيع ان يحيز على الملك على اطارين او ثلاث اطارات ويبقي خمسة او ست اطارات في هذه الخلية حتى يستطيع من ضبط عملية عش الحضنة ولكن الافضل هو العمل على المسافات النحلية والشيء الثاني العمل على قلب بلوكاج الحضنة هذه طريقة يعني مجربة ولها منافع كثيرة يعني وتم نشرة فيديوهات لا اعلم اذا ما زالت متواجدة في هذه المجموعة وتم نشرها من قبل الاخ عبد الرحيم على اليوتيوب وبعض الاخوان قاموا بتجربتها واستفاد منها يعني خلية كانت فيها تسع اطارات تخذ منها ثلاث كيلو او اربعة كيلو من العسل تبارك الرحمن فالعملية يعني سهلة جدا وبسيطة وبمتناول الجميع يعني ليست مكلفة وليس لا يوجد فيها جهد هي مجرد قلب اطارات الاطارات الصغيرة في السن توضع والبيوت عمر يوم او يومين او ثلاثة حضنة عمر يوم او يومين او ثلاثة ايام توضع في وسط عش الحضنة المغلقة حديثا بجانبها المغلقة قديما بجانبها المغلقة على وجه الفقس في الجوانب على جوانب عشاش الحضنة تفقس هذه الحضنة يضع النحل هنا العسل يجمع العسل وحبوب اللقاء اذا لم يتوفر لديك كل الاعمار في نفس العمر تعمل على المسافات النحلية يعني تعمل على المسافات النحلية تخلخل الاطارات قليلا عن بعضها البعض تزيد نسبة المسافة النحلية حتى نجبر الملكة بوضع البيض في مكان معين دون استخدام اي حواجز او دون التحييز والتضييق على الملكة او دون التخفيص عليها منهم من يرتعي الى التخفيص على الملكة هذا خطأ قاتل الملكة وجدت فيها الخلية هي عبارة عن مصنع للبيض فكيف اوقف هذا المصنع ستخلخ العملية الفرمونات ستخلخ العملية نشاط الملكة الاحتقانات التي تصنع في الملكة يعني لو تم التخفيص على الملكة لمدة 72 ساعة اربع ايام لا بأس في ذلك اما انه قفص على ملكة في قفص صغير وتترك اسبوعين وثلاثة سابيع وشهر هذا خطأ قاتل اخوان الكرام يعني هذه الملكة لن تستفيد منها ستتأثر المبايض لديها وسيتعطل لديها النشاط وتصبح حزيلة ربما لم تبيض بعدها وربما لو بعضت اصلا فان نشاطها سيكون قليل جدا وهذا ما نلاحظه في الملكات التي يتم استيراتها لانها تبقى في الاخفاص مدة طويلة لا تعمل بالشكل الصحي حياكم الله اخوان الكرام وحيا الله بالجميع اضيفنا ما سبق اخوان الكرام بان عملية المسافات النحلية يعني ليلة الامس قام بزيارتي احد الاشخاص وقمنا بالكشف عن النحل وقام بمشاهدة المسافات النحلية وقام بالاستفسار لماذا يتم وضع هذا الاطار بهذا الشكل فشرحت له موضوع المسافات النحلية لماذا لان الخلية ما زالت صغيرة صغيرة الحجم يعني هو قسمة جديدة تم اضافة اليها بيت ملكي منتخب تم تلقيه هذه الملكة وخجرة خرجت وبحمد الله تلقعت وانتظمت في البيض ولكن لن تجاري اخواتها من الصناديق الاخرى من ناحية الكذافة ستبقى كذافتها قليلة جدا نظرا لتأخرها الان سيتم العمل على مثل هذه الخلايا على المسافات النحلية سيستم استغلال كافة الخلايا بالمسافة النحلية لنستطيع جني اكبر كمية ممكن من هذه الخلايا دون الاضرار في هذه الخلايا ودون الاضرار بالملكة ودون التخفيص عليها ودون التحييز عليها ستترك كما هي يخصص لها بعض الاطارات التي تضع فيها البيض وتبقى نشيطة عليها ويتم تخصيص ثلاثة او اربع اطارات او اطارين حسب قوة هذه الخلية ليتم سحب هذه الاطارات في المستقبل من الموشن ايضا لا يتم الجور على هذه الخلية بموضوع عملية الجني سيترك لها حاجتها الكافية التي تكفيها من العسل الذي اصله من رحيق وليس من تغري حياكم الله اخوان الكرام وبرك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير ترجمة نانسي قنقر